الناس من بارح جابت الكلام اللي احنا قلناه فبدأت تقول لك يا عم وبدأت تقول لك ايه انت هتحسد الفرقة انت هتحسد فريرة انت هتحسد التيم انت مش عارف كذا طب يا جماعة احنا نقول كلمة طبيعية لعلاقة بتوصيف اللي بيحصل نقومه وتقوله لا قص انت حتحسد لنا الفرقة نيجي نتكلم في انه ما عرفش كذا تقوله لا قص انت كده حتبين المشاكل اللي موجودة في الفرقة فخلوا العملية طبيعية يا جماعة يعني خلوا الدنيا ماشية ازا بالك حقيقة بس عشان الناس تبقى في الصورة يعني ازا بالك يستحق كل كلمة بتتقال عليه في الوقت الحالي وتحديدا يعني في البرنامج ده تحديدا يعني انا بشوف انه الطبيعي احنا نمقسمين الفقرات في البرنامج اهلي وزمالك واندية مختلفة وامور شبه كده عشان كل فريق نقدر نديله حقه في الجزء بتاعه وما بحبش اعمم بحب اخصص فحب اتكلم عن كلتي ازا مالك استحق كل كلمة تقالت عليه واذا كنت الجزء اللي انا كنت بقوله ده من باب الدعاء ببيني وبينكم فالجزء الحقيقي هو انه الناس اللي بتبعت تشكرنا على كلامنا في تحليلنا عن الزمالك بالشكل الايجابي فارجوكو يا جماعة لازم تفهموا انه احنا ما نستحق الشكر على حاجة لانه ده ده الطبيعي فريق ماشي بظروف صعبة انت رصدها وشايفها كويس وصح دورنا في الاعلام انه لو في زوايا الناس مش شايفاها نظهرها فنبين للناس قد ايه انه في مجهود بيتبزل في الحتة ديت قد يكون البعض من جمهور نادي الزمالك غير معتادة على ده غير معتادة على ده فبين نسباله لما بيشوف حد بيتكلم في حق فرقته كويس بقى بيستغرب فيقول احنا لازم يعني ودي حاجة انا بشكر فيها دايما وبشكر عليها جمهور الزمالك احنا لازم نشكر فلان الفلاني علشان خطر هو ادينا حقنا تعامل على انه الطبيعي انك تاخد حقك لما تبقى كويس يعني ما فيش منه من حد فريرة عامل شغل محترم مع نادي الزمالك وزيه زي اي مدير فني في الاخر عنده افكاره وعنده اخطاءه ولما هيحصل خطأ خليك واخد بالك انه زي ما انا مقلتلك انه عمل مطش كبير وانه هو بروفيسير ده مش هقلل منه لما هيعمل مطش وحش هنطلع نتكلم انه عمل مطش وحش فتعامل كده انه لاللي تكلم عنك كويس هو ادي لك حق اكتر من حقك ولا اللي انتقد انا بتكلم على برنامج هنا تحديدا يعني ولا اللي انتقدك في الاداء الفني هو لما انتقدك كان عايز يخلص على الفرق تعامل مع الامر على انه هو ده طبيعي دي كورة لما تكون كويس الطبيعي ان الناس تقول انك كويس الكورة ما بتدراش لما تكون وحش طبيعي انه هيبقى وحش لكن ده اللي شوف تيجي تتكلم عن مدير فني بحاج بفريرة عنده رصيد كبير عنده رصيد كبير جدا جدا الحقيقة يعني هتقول في مطش من المطشط مثلا انه ما كانش موافق في كذا وكانش موافق في كذا ولكنه لحد دلوقتي وجيد بشكل كبير جدا جدا وانا مصر على انه السيستم اللي اتعمل من مجلس ادارة نادي الزمالك وعلى رأسه الاستاذ مرتضى منصور وفي الاشراف على الكرة امير وامير مرتضى منصور وكابتن اسماعيل يوسف والمجهود ده الكبير ده كله قرارات صارمة نهايتها هو الشكل اللي انت شايف وده ملوش علاقة بنتيجة مطش الكاس اللي جاي نهاية الكاس لانه انت دي بتتكلم على حاجة على المدى البعيد على قرارات تشكل مرجعية فيما بعد يعني لما اقول لطريق حامد تعالا كده لما اقول لأبو جبل تعالا كده لما اقول لبن شارقي مش عايز تقعد عليك مش عايز تجدد خلاص مش هنجري وراك وتبقى دي قرارات حقيقية لما 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 كل اللي مادي لما طلع على عيبة لما التصرفات اللي انا بقى اتحرك فيها دي كلها دي هتشكل مرجعية اتخيل انها جديدة على الزمالك مرجعية جديدة تشكر بقى في الحتة دي هنا في مرجعية جديدة في قرارات مش ماشي صحة مش حد تبقى موجود مع الفرقة مصلحة الفرقة هتبقى اهم من اي حد اسم الزمالك حيبقى اهم من اي حد الجزئية دي من الجزئيات اللي بشوفها بتحصل في نادي الزمالك على مستوى كبير ومستوى يستحقن الاشارة اليه خلاص اتفقنا فخلي دايما ما بيني وما بينكم الحتة ديت ما تشكرنيش على حاجة انا اتكلمت فيها بواقع بالواقع وبالحقائق وبالطبيعي وبالتحليل وفي نفس الوقت خليك متأكد ان في يوم لما هنتقدك بادائك الفني ان هو ده الطبيعي انا مش عايز حاجة ومقصدش من وراها اي حاجة لا سمح الله فعشان تبقى الدنيا ماشية وواضحة ما بيني وما بينك فريرة